أهلا بكم أنا قبل 11 شهر كنت تكلمت هنا على القناة عن برنامج ججرة عملتها الحكومة الفنلندية حتى تجيب من خلالها مهاجرين وتغطي النقص الموجود في العمالة البرنامج اسمها تالنت بوست وأنا كنت أول شخص يخرج ويقدم البرنامج هذا المهم أنا وقتها تكلمت عن كل تفاصيل البرنامج والمتطلبات الخاصة به ومن أبرزها شرط عقد العمل لأن البرنامج يطلب من المتقدم يكون معه عقد عمل حتى يكون مؤهل ويقدم على البرنامج باختصار أنا اليوم لن أتكلم عن البرنامج لأني قدمتها من قبل أنا اليوم سأساعدك في إيجاد وظيفة في فنلندا حتى أن تتحقق الشروط وتقدم على برنامج تعزيز المواهب هذا لذلك أنا اليوم جايب لك معي شركتين معترف بها من حكومة فنلندا وسأقدم أيضا وكالة توظيفة ساعدك في إيجاد عقد عمل في فنلندا مجانا يعني باختصار إذا أنت حاب تهجر الفنلندا وتشغل فيها في هذه فرصة لك لازم تستغلها لأنك لن تجد كل يوم سنة محتوى قدم لك في شركات وكالة توظيفة تشغل في عمال أجنب لذلك حاب تكون أنت كمتابع أو المستفيدين لأنه مع الأسف هناك ناس تأخذ الشركات هذه من القناة لما نقدم الفيديو وتنزلها عبر مناسات أخرى وكل العالم يصبح يقدم على الشركات هذه والتنافس يصبح عالي فأنت استغل الفرصة وقدم من الأول حتى تكون حظوظك أقوى من غيرك ورسالة صغيرة للفنز متاعي اللي هو ما صنع المحتوى حتى سانة محتوى ما عاد يأخذ خدمتنا وينزلها عنده أنا مع لا بالي بكم لكن معي فريق يشتغل يوميا ويتعب حتى يوصل يجيب فرص تطوع وشركات ومؤسسات فعيب أنك سانة محتوى تأخذ الشركات هذه والفرص وتنزلها عندك فرسالة لكم لأنكم يوميا تدخلوا تشاهدوا فيديوهاتي وأكيد سيسلكم الكلام هذا أي سانة محتوى يأخذ الفرص لنقدموها أحنا باش ننزل صورته وصورة قناته ونقول الإنسان هذا سيرق حتى الناس تعرفك على حقيقتك اللهم إني بلغت قبل ما نتكلموا عن الشركات خليني نقدم لكم ملخص برنامج تعزيز المواهب فنلندا عندها نقص كبير في العمالة في أغلب القطاعات بناء حرف رعاية صحية تعليم معلمين وأسير ذا فندقة والعشرات من القطاعات الأخرى فقامت الحكومة الفنلندية بعمل برنامج ججرة حتى تجيب من خلالها عمال الجانب وتشغلهم في القطاعات هذه لفيها نقص الحكومة الفنلندية جمعت الشركات الكبرى ولفي حاجة عمال ولهما ألف شركة وعطتهم الأولوية والحق في جلب عمال الجانب يعني أنت فاتح شركة وحاب على عمال تقدر تجيبهم من أي بلد خاصة من دول إفريقيا وإيسيا وأمريكا الجنوبية والأفضل من هذا حكومة فنلندا سهلت حرفيا في كل إجراءات الفيزا والسفر وقالت أن مودة مراجعة الفيزا عبر البرنامج هيرا لا تتخطى 14 يوم يعني جبت عقد عمل من أحد الشركات المسرح لهي لهاي الألف شركة جبت من أحد الشركات هيري عقد عمل تقدر تقدم على الفيزا وتتحصل عليها خلال 14 يوم طبعا الميزة هيري خاصة بالبرنامج هيرا وحتى تقديم على الفيزا عبر موقع دائرة الهجرة الفنلندية يعني تقدم على الفيزا أونلاين من غير ما تروح للسفارة أو كونسولية فنلندا وتأخذ موعد وتبقى تنتظر من بعد تقدم على الفيزا لتقدم أونلاين مباشرة يعني حكومة فنلندا سهلت في كل شيء حتى تجيبهم ميل الجانب الشروط سهلة للغاية لا مطلوب من الكسن محدد ولا جنسية محددة حتى أول ما أعلنوا عن البرنامج شرط اللغة الإنجليزية لكن حسب التحديث الجديد الحكومة الفنلندية قالت أحنا باش نقدموا دروس لغة للمهاجرين عبر البرنامج هيرا يعني يبقى شرط واحد فقط وهو شرط العمل لازم نجيب عقد عمل من شركة فنلندية من بين ألف شركة لعندهم الحق في جلب عمال الجانب هنا يا جماعة عملت بحث مطول وستطعت أن نجيب زوج شركات من بين الألف شركة يعني مزلوا تقريبا 998 شركة فقط لكن استنوا معي أنا حبيت نضرب عصفورين بحجر واحد فضربت 998 شركة أكيد ما فهمتوا كلامي أنا وفريقي طبعا وصلنا الوكالة التوظيف تتعامل مع الشركات هيري لهما ألف شركة طبعا وكالة التوظيف لا تتعامل مع كل الشركات لكن تتعامل مع عدد منهم فأنت تقدم ملفك للوكالة هيري وهي تعرضه للشركات هيروم وإذا شركة اقتنعت بتوظيفك وشافتك شخص مناسب تتواصل معك وتتفهمه في كل الإجراءات حتى الحكومة الفنلندية في البرنامج تقول لك كيف تجيب عقد العمل كما تشاهدون كيف يمكن للمهنيين الدوليين المشاركة في برنامج تعزيز المواهب يمكن للمهنيين الدوليين المشاركة في برنامج تعزيز المواهب من خلال استكشاف فرص العمل في فنلندا لهو التواصل مع الشركات والتعامل مع وكالات التوظيف لأحلى سنقدم لك واحدة منهم اليوم وحذور فعالية التواصل والوصول إلى الموارد والخدمات المختلفة التي وفرها البرنامج يعني الحكومة الفنلندية تقول لك كيف تتحصل على عقد عمل في فنلندا إما تتواصل مع الشركات أو وكالات التوظيف أو تحذر فعالية التواصل اللي هي ما ننصح بها لأنه تقام تقريبا كل 6 شهور ثانيا ننصحك أنك تتواصل مع شركات أو مع وكالات التوظيف طبعا المعتمدة والفنلندية ومن غير ما تبحث وتعب نفسك أنا سأقدم كل الوكالات المعتمدة وإن شاء الله نوصل نقدم كل الشركات لتتبع البرنامج هذا وإنت لا عليك أنك تقدم بطريقة صحيحة ولا يوفقك حسنا نبدأ بالشركة الأولى جوان هي وكالة توظيف معترف بها في فنلندا طبعا أحنا كل من قدموا وكالة توظيف نقولوا أنها وسيت بينك وبين صاحب العمل يعني الوكالة هذه تتعامل مع شركات من بين الألف شركة لحكينا عنهم من بكري فالناس تقدم طلبات عمل للوكالة وهي تعرضهم لأصحاب الشركات وإذا شركة توافق عن شخص تتواصل معه حسنا ستجد الصفحة الرسمية للشركة هذه في أول تعليق تدخل لها ستجد كل المعلومات هنا موجود خيارات للتوظيف لكن أنا دائما شجع على أنسب خيار وهو قدم طلبك للوكالة مباشرة وهي تعرض طلبك لأصحاب الشركات إذن أنت تدخل على هذا الخيار افتح تطبيق هنا يقول لك إذا حاب تترك طلب مباشرة أنت تضغط على ترك الطلب ستفتح لكي استمارة التقديم تضع اسمك الأول وعنوانك والإيميل الخاص بيك ورقم هاتفك وتاريخ ميلادك تضع كل معلوماتك من بعد يسألك يقول لك عندك رخصة قيادة إذا عندك رخصة قيادة تضع علامة هنا وتحدد الفئة وإذا لا تخليها كما هي هنا خاص بمهارات اللغة أنت إذا توجد لغة من اللغات هذه تدخل عليها مثلا إنجليزية وتحدد المستوي ليس شرط تكون عامل اختبار في اللغة فقط تبين لهم مستويك من بعد يقول لك إذا عندك بطاقة احترافية أنت إذا عندك شهادة أو رخصة من رخص هيروم تضع عليها علامة مثلا عندك رخصة حراسة شهادة الرافعة الشوكية هيروم يتبعوا ناس معينين ليشتغلوا في المجالات هذه أنت إذا مجال عملك مختلف لا تضع شيء هنا تخليها كما هي وتنزل هنا وتحدد القطاع ليتبع شغلك تضع علامة هنا سيفتح لك كثير قطاعات عمال فنادق ومطاعم قطاع التجارة البناء إدارة تسنيع تكنولوجيا المعلومات أن تتحدد بعلامة على القطاع ليتبع مهنتك هذه القطاعات لتشتغل عليهم الشركة جماعة الرعاية الصحية الشركة الثانية تتبعكم والمهندسين ومهن أخرى في الشركة الثالثة حسنا ومتى أنهيت دراستك نفس الشيء للخبرة اسم الشركة اللي اشتغلت فيها أو تشتغل فيها حاليا اسم الوظيفة متى بدأت العمل ومتى انتهيت وما إلى ذلك حسنا هنا يطلب منك تحدد وظيفتك أنت تضع علامة على القطاع ليتبع مهنتك ستفتح لك المهنة المطلوبة حسب كل قطاع أنت تختار مهنتك من بعد تضع متى تكون جاهز للبدأ هنا الموقع تخليها كما هي من بعد تضع راتب ليحاب تتحسل عليه هنا تختار نوع العمل وظيفة دائمة من بعد سيطلب منك معلومات إضافية صف نفسك اسمي كذا من بلد كذا عندي مهارات فيه كذا أشتغل في الوظيفة كذا يعني تعطيه معلومات عنك وعن وظيفتك والمهارات اللي عندك إذا عندك معلومات أخرى توضيفها إذا عندك حساب لينك دين لنتضعه هنا خاص بالمرفقات أنت تحمل السيفي الخاص بيك وإذا عندك وثائق إضافية مثلا شهدت خبرة ديبلوم أي شيء حاب توضيفه عندك الحق تحمله من هنا من بعد ترفع صورة ليك تكون حديثة وتضع علامة هنا يعني موافق على شروط وحكام البرنامج وتقوم بتقديم طلبك أنت الآن قدمت ملفك للوكالة بطريقة صحيحة بعد ما قدمت الوكالة ستعرض ملفك لأصحاب العمل والشركات الفنلندية مثلا ما أنتك تتبع مجال البناء ترسل ملفك للشركات لتبحث عن عمال في مجال البناء مهنتك في مجال الفنادق والمطاعم ترسل ملفك لأصحاب الفنادق وهكذا وكما قلنا أي شركة توافق عليك تتواصل معك حتى تتفهمه في كل شيء إن شاء الله بالتوفيق الفيديو يا جماعة قسمته على جزئين لأنه طويل جدا ستجد الجزء الثاني الآن على القناة الجزء الثاني سأقدم فيه سوز شركات فنلندية تبحث عن عمال الجنم موسيقى